حاضر معي في الستوديو الأستاذ الاقتصاد بجماعة المدية أهلا بك سيد الكريم شكرا لقبولكم مدعوة أهلا بك طارق أهلا بك المشاهد النهار تبعت معنا طبعا بداية هذه الندوة وكلمة وزير الصناعة سيد أحمد زغدار بإضافة لكلمة أيضا رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ركز على عديد النقاط المهمة في هذه الندوة والتي تعد مشكل التأخر أو مشكل كبح للعملية الاستثمار في الجزائر ولا كبح خطة الإنعاش الاقتصادي ولا خطة الإنعاش الصناعي تحدث دائما على قضية البيروقراطية وعلى قضية المشاريع التي تعرقل في عدد من ولايات الوطن الواضح من كلام رئيس الجمهورية أنه يركز بشكل كبير على قضية البيروقراطية وأنه للأسف الشديد أن أغلبية المشاريع الآن المتوقفة ناتجة عن قرارات بيروقراطية في الأسفل لهذا نظن أنه توجه رئيس الجمهورية الآن هو نحو تكون القرار يكون مركزي في الكثير من النواحي ونتكلم منذ قليل على قضية العقار الصناعي الذي رؤيته طرى بأنه يكون هناك وكالة عقارية وطنيات حيث أنها تستطيع أن تسير كل ما له علاقة بالعقار الصناعي وهذا الأمر مهم ومهم جدا في المرحلة الحالية ربما البعض يرى أن هذه نوع من المركزية أو تقليل من المركزية لكن المعلومات التي تصل إلى أعلى سلطة في الهارم الدولة الجزائرية تقول ربما بأنه السبب الكبير الذي يخلى الآن عديد من المستثمرين يتوقفوا عن النشاط أو أن مشاريعهم لا تنطلق هي القرارات التي لا تتخذ في الوقت المناسب وفي الطايميغ المناسب على المستوى يعني الولايات ولهذا نشوف أنه يحض في الكثير من الأحيان ويحض في أغلب خطاباته على أن المسؤولين المباشرين على مستوى الولايات تكون عندهم الجرأة على أنهم يأخذوا قرارات لتسهيل العملية بالنسبة إلى المستثمرين ومن هنا دائما نتكلم وحنا سابقا على ضرورة أن نغير مفهوم التسيير التقليدي الموجود في الجزائر إلى مفهوم الماناجمنت لأن الماناجر في العادة يكون عنده أكثر قدرة وأكثر سلاسة في اتخاذ القرارات في التعامل مع المستطمرين الأجانب ربما الآن في الجزائر واحدة من المشاكل الموجودة الآن هي العقار الصناعي وهي اللي خلت ترتيبنا الآن في التقارير الدولية على غرار التقارير دوينج بيزنس يقول أننا في المرتبة 157 من 190 دولة ولما نشوفوا التفاصيل عن هذا الترتيب نجد من بين المشاكل الموجودة لدينا هي عملية الربط بالكهرباء هي عملية منح العقار الصناعي منح ترخيص البناء يعني كل عملية هذه نشوفوها باللي تأخذ وقت كبير وكبير جدا أيضا عملية إنشاء المؤسسات في حين أنه لو نشوفوا دول أجنبية نلقوا العملية هذه لا تستغرق أكثر من 24 ساعة من خلال The Platform والأرضية الرقمية ونظن في هذا الإطار علينا الآن كدولة جزائرية أن نتوجه نحو رقمنات هذه القطاعات ورقمنات هذه المعاملات لأنه من غير المعقول أنه نبقى في 2021 والمسؤول الأول ينتظر يعني للتقارير الورقية يعني يجيه التقارير الورقي من الولاية بش يطلع إلى وزير صناعة أو وزير تجارة أو لأي وزير من الوزراء الموجودين إذن في هذا الإطار علينا في المرحلة الحالية أنه تكون عندنا جيسيونير دوطاش يكون يعني مسير مهام يكون على المستوى الجزئي يعني التحت ويعطي معلومات على المستوى الكلي بحيث أنه حتى رئيس الجمهورية يكون عنده القدرة على المتابعة بشكل آني وبشكل لحظي ونظن بلاد العملية ليس صعبة فقط هي تسجيل مختلف العملية التي رهي موجودة ومتسجيل مختلف الطلبات والانطلاق في العملية أما أنك تبقى بالطريقة هذه فنظن بلاد راح تحدث دايما أزمات لماذا؟ لأنه مشكلتنا مشكلة معلومة حتى الرئيس قالها أكثر من مرة ولما ما تكونش متوفرة عندك المعلومة أنتك مسؤول فقدرتك على اتخاذ القرار تكون محدودة جدا في اللقاء الأخير أيضا مع حكومة ولاة الذي جمع الرئيس الجمهورية ولاة الجمهورية وأيضا وزير الأول في أيمن بن عبد الرحمن تحدث على قضية أيضا الإحصاء الاقتصادي وعطاله أولوية اليوم ما قدروا نطالقوا في مشاريع اقتصادية ونحن ما عدناش شعلنا من عقار صناعي في الولاية الفلانية ولا في البلدية الفلانية وشعدنا من إمكانيات في الولاية الفلانية أو في البلدية الفلانية ربما في المرحلة الحالية خلينا نكون منطقيين وواضحين وعقلينيين المرحلة الحالية هي مرحلة تصحيح الأخطاء التي كانت موجودة في المرحلة السابقة لأنه في المرحلة السابقة تمام معنحها عقار صناعي لو كانت تروح الآن للمناطق الصناعية في الجزاء تلقىها مكتظة لكن نسبة بداية اللاشاط أو نسبة انطلاق الأشغال في مختلف هذه المشاريع تلقىها قد لا تتجاوز 3 إلى 400 على المستوى الوطني وهنا مشكل كبير جدا إذن في المرحلة الأولى التي بوشرت على مستوى الجزئي على مستوى الولايات هي استرجاع العقار الصناعي وقد كلف الولايات سابقا بهذه العملية والتي كان داروا لجن محلية كان على غرار مديرة صناعة مديرة أملك الدولة وكان الضراء كان موجود فيها قاموا باسترجاع يعني بإحصاء العقارات الموجودة وكان طريقتين انتهجوهم طريقة الأولى هي الطريقة الودية بحيث يتم استداء المستثمر ويتم دفع ما عليه من رسوم إلى مديرة أملك الدولة ثم يتخلى على القطع الأرضية والطريقة الثانية بالنسبة للمستثمرين الذين لم يرغبوا في هذه العملية فقاموا مباشرة بتوجيههم إلى القضاء ومقاضاتهم واسترجاع هذه القطع الأرضية واسترجاع حقوق الدولة عن طريق طبعا القضاء ومن هنا بدأت العملية تتقدم الآن نقول لك بعض الولايات ما رأي في 60% بعض الولايات 70% بعض الولايات 80% أنا نعرف إحصائيات مثلا في ولاية الانديان ظنبلي العملية شارفت على نهايتها يعني الآن تم استرجاع حوالي 180 هيكتار على مستوى الولايات طبعا وإحصاء أيضا المناطق الآن بالنسبة لولاد داروا أيضا هذا اللي جان أطالبوها من أنهم يحصيوا إمكانية إنشاء المناطق النشاط المصغرة إذن الآن الدولة الجزائرية تحصي ولا تحصي ما لديها من أراضي وتقدم لنفسها المعلومات اللازمة لعملية الانطلاق حتى نشوفه اليوم الرئيس أهم التدخلات اللي قامت بها الدولة لمشاريع موجودة لكنها لم تنطلق هو تكلم على مصنع وهران نحن أيضا في ولاية الانديان كان موجود مصنع جاهز لإنتاج الأكسيجين في عز الأزمة تخيل في الثلاثيام تخل في عملية النشاط لماذا كان متوقف قبل العملية هذه يعني برقراطي الآن عنده مشكلة وشي المشكلة نتعو أنه يلتزم حرفيا بالقوانين لأنه يخاف وهذا أمر موجود في الطبيعة عن الموسيين إذن اليوم نظن إطلاق يد الموسيين في هذا الإطار ونظن أن الرئيس كانت تكلم على أنه وجه تعليمات لمختلف للفئات والجهات لمطلعة في هذا الإطار هو رح يحفز العملية لكن نظن أنه مرافقة هذه العملية ولمرافقة هذه الخطوات بخطوات أخرى تتعلق برقمنة هذه الإحصائيات ورقمنة العملية يعني تخيل معي لو يكون عندنا المستوى الجزئي معلومات كاملة لكل ولاية المسؤول على المستوى الكلي يستطيع أنه يتخذ القرارات وقرارات حاسمة يعني يعتقدها لو كان يجي واحد ويظلم فالأمر سيكون لديك معلومة كافية من إجراء أن تخذ القرارات لكن اليوم نتخيل أن أي مستثمر لما يروح الوزير فالوزير لا يملك المعلومات الكافية على المنطقة فعليه أن يتصل ويبحث عن المعلومة حتى يستطيع أنه يحرر العملية ومن هنا فنظن هذا الآن نرانا في مرحلة سعيبة شوية تحتاج إلى صبر وهي مرحلة الإعداد للإنطلاق بهذا نظن رئيس نعم نحن رئيس تحدث عن خلق هيئة خاصة العقار الصناعي تقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية يعني ما قولكم في هذا القرار وفي استحدات هذه الهيئة نظن لأنه الآن المسؤولين على المستوى الجزئيك عندهم صعوبة في تحمل المسؤوليات فكي تكون الوكالة على المستوى الكلي رح يطلق يدها في منح يعني العقار ورح تتحمل مسؤوليتها قال أيضا بس نقيم أداء الإدارة المركزية والمحلية في كل ما يتعلق بالفعل الاقتصادي والفعل السنوي لا تتذكر في آخر مجلس وزارع كان رئيس الجمهورية أوكل المهمة هذه إلى سيد وزير الدولة الوسيطة الجمهورية بحيث أنه أعطالوا ملف الاستثمار حتى ينسق على المستوى الجزئي مع الوسطى الجمهورية على المستوى الجزئي وينسق مع الولايات على المستوى الجزئي لماذا؟ لأنهم على المستوى الكلي المعلومة الموجودة أن أغلبية المشاريع المتوقفة مشكلها مشكلة بيروقراطية وليس مشكلة مبادرة اقتصادية كان نقطة أخرى أيضا مهمة في المستقبل وهي التوزيع العادل للمستثمرين لأنه اليوم إحنا الآن كان بعض الولايات تشهد انطلاق قوي الاستثمار بعض الولايات الأخرى تشهد يعني انطلاقها ضعيفة ولا محتشمة وكان رئيس الجمهورية عفوا نتكلم على أنه حوالي 900 بلدية من 1541 بلدية فقيرة فاليوم لما يكون عندك توزيع على المستوى الكلي تستطيع أن تكون عندك قدرة على أنك تخلق رؤية بأنه على المستوى الجزئي اللي يجيه يعطي له هو المهم أنه يدير استثمار لكن على المستوى الكلي لما تكون العملية كلية فنستطيع أن نخطط نستطيع أن نقدم نضع الاستثمار المناسب في المكان المناسب أو على عيني بمرافقة من وسط الجمهورية بمرافقة من لجنة المشكلة من الولايات نظن أنه العملية سوف تنطلق وسيكون هناك تحرير للمبادرة نتمنى وإن شاء الله أيضا من هذه الجلسة اللي رأنا موجودين فيها ولا نتكلم عنها الآن المتعلقة بالجانب الصناعي أنه تخرجنا بمجموعة من التوصيات العملية لأنه الآن نحن محتاجين إلى قانون استثمار في الجزائر ونحن محتاجين إلى جلب أيضا استثمارات أجنبية مباشرة في الجزائر لأنه حبينا ولا كرهنا الآن رأنا في أزمة والأزمة دي ماشي جزائرية عالمية فالآن علينا أن نستقطب الاستثمارات الجادة اللي ممكن تدخل للجزائر خاصة أن الجزائر تملك من المقدرات ومن الإمكانية شيء الكثير نحن اعتمادنا على الرأس المال الداخلي صعب لماذا؟ فقط لوحده صعب لماذا؟ لأنه كما تكلم رئيس الجمهورية عشر آلاف مليار موجودة في السوق السوداء استقطاب هذه الأموال من السوق السوداء وضخها في الاستثمارات الجادة عملية صعبة وصعبة جدا واحتاجة إلى وقت ففي المرحلة الانتقالية هذه نعمل بما هو موجود لدينا من المقدرات ومن ما هو موجود في البنوك لأنه الرئيس تكلم على قدرة على تمويل المشاريع حتى التسعين بالمئة وأيضا استثمارات أجنبية مباشرة صناعية لما لا صناعة ثقيلة لأنه الآن لما نتكلم على صناعة ثقيلة فرح تجيب لمباشرة معها صناعة مناولة وهذا رح يخلق لفرص استثمار لأنه الآن ربما في رؤيتنا لتكوين الاستثمار في الجزائر نحن الآن مبنيين على أنه وزارة صناعة عندها لوندي أو شبك الوحيد وهي يرافق الاستثمارات الكبرى وعندنا أكس أونساج آناد وكناك وأنجم يرافقنا الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة هذه الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة مشكلتها الأساسية هي في من تتوجه الآن نوجهها فقط إلى الشباب الجامعي وإلى الخريجين من مركز تكوين المهني وأنا دائما أنادي بفتح الباب أيضا للموظفين لأن العملية كنا باشرناها لكن لم يصدر لحد الآن المراسم التنفيذية لهذه العملية ولا يزال الموظف يجب عليه أن يستقيل حتى يحصل على القرض يمكن أن نمنحه عطلة استثنائية يقدر من خلالها هذا الإطار الموجود في الوظيف العمومي ياخد سنة أو سنتين دون أجر ويروح يباشر العملته وإذا نجح أو افتحنا شركة جديدة إذا ما نجحش يقدر يرجع إلى منصب العملته هذا رح يخفف بشكل كبير الاتقل على الوظيف العمومي عنا في الجانب الاستثمارات الكبرى الآن محتاجين ومتوسطة والكبيرة محتاجين إلى جلب الاستثمار الأجنبي وكي نقول الاستثمار الأجنبي ربما يفكر البعض في أنه استثمارات لأجانب لا عندنا دياسبورة عندنا مواطنين جزائريين يعيشون في الخارج وعندهم قدرة على الاستثمار في الجزائر وعندهم قدرة على تقديم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة أنه نشوف التحويلات المهاجرين الأجانب والجزائرين إلى الجزائر في أضعف مساوياتها يعني حوالي مليار ونص إلى متخوني الذاكرة سنويا في حين أنه نشوف جيراننا فقط يتكلموا على 30 ونتكلموا على مصر يتكلموا على 60 حوالي 60 مدرد سنويا إذن فاليوم أنت تتكلم حسب صندوق النقد الدولي على الاقتصاد الجزائري رف المرتبة الرابعة يعني بعد الاقتصاد النجيري وإفريقيا إفريقيا نعم بعد الاقتصاد النجيري والاقتصاد المصري فأنت اليوم عندك مقدرات وعندك قدرات أنك تستثمر في هؤلاء تخيل معي غير فقط حوالي 5 ملايين جزائري في فرنسا لوحدها هذا فقط لو نستقطبوا منهم يعني 250 ألف يفتحونا 250 ألف مشروع في الجزائر تخيل معي حجم المشاريع اللي يمكن أن نفتحوها وكم من جزائري موجود في العالم ككل وحنا كلما نشوفه مباراة كرة قدم نشوفه العالم الجزائري والوطنية لا تنقص المغتربين في الخارج فقط ما ينقصهم هو أن يكون هناك أرضية واضحة نستطيع من خلالها أن يكون عندهم استثمارات في الجزائر جميل نعود دائما إلى قضية البيروقراطية والإدارة التي أصبحت تتحكم بسبب ممارسات سابقة أو بسبب سياسات سابقة طيلة الفترة الزمنية السابقة التي أعطت زمام الأمور إلى الإدارة فأصبحت الإدارة تتحكم في الفعل الاقتصادي واصبحت الإدارة التي في الأساس وجدت لتكون اقتصادية لأنه لو البنك تسير إدارة نخليه ونخليه المقلوب العامية نخليه البوستة علش نفتح بونكا لأنه ما نفتح نفتح بنك ويصير بعقلية إدارية فهذا مشكل كبير ليعيق العملية الاقتصادية في الجزائر ويعيق أيضا هذا التوجه المخطط ويعيق مخطط لأن يعيش الاقتصادي ولأن يعيش الصناعي شوف نحن اليوم كنتكلم في في الاقتصاد الوطني نتكلم على فكرة مهمة ومهمة جدا أنه عشنا حوالي عشرين سنة من خاصة السنوات الأخيرة الخمسة للسنوات الأخيرة كان تقريبا كل شيء متوقف وكان مرتبط ولا محصور في فئة معينة لكل يعرفها والآن هم أمام القضاء والأمور واضحة بنسبة الجزائرين اليوم حتى تعيد حريك العجلة أنت محتاج إلى إدخال مفاهيم جديدة داخل الاقتصاد الوطني لأنه حبينا ولا كرهنا في المدة الأخيرة في السنوات الأخيرة كل شيء مرتبط بميزانية الدولة وارتفع المحروقات الاقتصاد بليح انخفضت المحروقات الاقتصادسية وهذا ما نسميه احنا في الاقتصاد بالنظرية الكنزية وللمفهوم الكنزي مفهوم الكنزي ببساطة يقول بلي أنه يجب أن تتدخل الدولة بضخ أموال لما يكون هناك ركود اقتصادي من أشتحريك العجلة الاقتصادية لكن في الواقع الذي نعيشه الآن الدولة وهذا يكون فقط في حالة الأزمات لكن أن تتدخل الدولة دائما بضخ الأموال هذا الدولة لما تتراجع مداخلها فلن تستطيع الاقتصاد أن يواصل ومن هنا فالعجلة الاقتصادية بمجرد أن نخفف من ضخ الأموال العمومية من خلال المشاريع المختلفة رح يكون هناك توقف العجلة الاقتصادية ونحن كنا نذكره في أزمة كوفيد كنا وقفة الدولة الجزائرية ميزانية تجهيز في أغلبها يعني توقف في حدود 50 إلى 60% هذا ما أدى إلى تباطع كبير في الاقتصاد الوطني الآن الشيء المهم هو كيف يمكن لنا أن نخرج الدولة من دورها الآن لهو الدور المتدخل ونجعلها دولة ضابطة قادرة على مراعاة يعني مختلف الأمور اللي رحي موجودة في الاقتصاد الوطني وتعطي تحرر المبادرة الاقتصادية وتخلي المواطن يبادر اقتصاديا وتخليه هو اللي يكون فاعل في الاقتصاد هذه العملية كلها محتاجة إلى خطاب كما خطاب اللي يقول فيه رئيس الجمهورية محتاجة إلى استعادة ثقة المواطن في الإدارات لأنه رئيس الجمهورية الآن لما يتكلم على المشاكل اللي رح يتكلم عليها وليسمعناها ككل فالمواطن ولا المستثمر يخاف فاليوم على أعلى سلطات في الدولة أن تضرب بهذه من حديد للناس اللي تعرقل مثل هذه المبادرة الاقتصادية وتكرم الولاة والمسؤولين الذين يساعدون الدولة ويحركون البنية الاقتصادية لأنه أنا مع أني ندير منافسة بين الولاة وأحسن ولاية في جلب الاستثمار وفي تطوير الاستثمار وفي خلق قيمة مضافة لما لا يكرم الوالي انتحى ويكرم المسؤولين الموجودين فيها لماذا؟ لأنه الآن محتاجين إلى أنه نخلق داخل الدولة الجزائرية رموز رموز للنجاح ورموز النجاح ما هي أمور صعبة هي محتاجة فقط إلى مطابرة ومحتاجة إلى عمل ومحتاجة إلى مداومة لكن في الآخير هذا الشيء هذا ليرتبط في الأساس به هو كيف يمكن لنا أن نخرج من المرحلة الحالية اللي هي مرحلة انتقالية بامتياز نحتاج فيها إلى فهم ما نملكه من المقدرات ونفهم ما هي الخطوات القادمة ونتمنى إن شاء الله أن هذا الندوة يساهم في هذه العملية إن شاء الله هذا ما نتمنى طبعا أريد أن أركز في الختام معك سيد الكريم على قضية مناخ الاستثمار أنا كانت طرقت إلى مناخ الاستثمار واستعملت هذا المصطلح هل يمكن لندوات من هذا النوع أن تحسن من مناخ الاستثمار حتى رئيس الجمهورية تحدث في ختم كلمته وقالها بالعامية أيضا قال ما نقعدوش دائما نديرو هكذا الندوات لكن الفعل الاقتصادي في الميدان غير موجود اليوم ماذا يجب علينا حتى نغير ونحصن من مناخ الاستثمار في الجزاء هل يمكن اليوم قانون واضح للاستثمار وحده يمكن أن يضبط العملية أم هناك مراحل أخرى نضم بالله العملية متكاملة لأننا كنت تكلم عن الاقتصاد الوطني هناك الكثير من المشاكل كنت تكلم عن المناخ هي عملية مركبة المناخ هذا الانطلاق فيه ربما هي داخلية واستعادة الثقة كما قلنا منذ قليل بين الإدارة وبين المستثمر النقطة الثانية التي نتكلم عنها هي الجانب المادي فعليك أن يكون هناك إصلاح قوي على مساوى المنظومة البنكية هذا الشيء لحد الآن ما شفناه بشكل حقيقي على مستوانا نقطة الثالثة هي البورصة لأن للأسف الشديد البورصة الجزائرية الآن في أضع حالتها إصلاح المنظومة البنكية تضميك سيد الكريم يمكن من خلاله استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموزن بطريقة آلية طبعا تخيل معي شبابنا اليوم للأسف الشديد كله يستخدم بطاقات وديكونت يعني لدول أجنبية وإحنا قادرين أن يستقطب هذا الشباب ونتعامل معهم هذا أمر بسيط جدا لدينا الكثير من المصدرين الخدمات لحد الآن يستطيعوا أن يتعاملوا في هذا الإطار النقطة الثالثة التي نتكلم عليها هي قوانين واضحة وثابتة لأنه للأسف الشديد لحد الآن مع ناجهة القوانين ثابتة تعرفت دفتر شروط سيارة وتصنيحات غير لمرتين أو ثلاث مرات فنقطة الرابعة التي نتكلم عليها في الواقع التي نعيش فيها الآن هي إبراز الفئات الناجحة والمشاريع الناجحة لأنه بحاجة إلى خلق قدوات داخل الاقتصاد الوطني نقطة الرابعة التي نتكلم عليها والخمسة هي جلب الاستثمارات من الدياسبورة الجزائرية كنقول استثمار أجنبي مباشر ليس لازم دولي يعني جلب الاستثمار الأجنبي المباشر على ما يتعلق بالجالية الجزائرية النقطة الخامسة هي أن تكون لدينا هوية اقتصادية في جانب التصنيع يجب أن تكون هناك قضية العلامة لأنه احنا اقتصاديين درنا دراسة وشفنا بالمؤسسة اللي تبدأ صغيرة تبقى صغيرة فعليك أنك لما تخلق المؤسسة الصناعية تخلقها بثوابتها على الأقل تكون في دينار متاع جودة تستطيع منها أنها لما تكبر قليل تستطيع تصدير أهم مشاكل نعاني منها الآن أنه لما نصدر منتجاتنا الجزائرية أغلبيتها لا تتطابق والمواصفات الناس مسيرين تحا ما زال ما دخلوش في فكرة الجودة وبالتالي تره أن تواجدك في السوق الدولية تره أن تواجدك في السوق ومن هنا يمكن أن تكون لديك رؤية مستقبلية في هذا الإطار جميل نشكرك شكرا الجزيل سيد عمر هارون سيد الاقتصاد في جامعة المدية شكرا لك وجودك معنا اليوم ومرافقتنا أيضا في هذه التغطية المباشرة هذا النقاش شكرا لك جميل مشاهدين الكرام نختم هذا الموعد الإخبار بكلمة وزيري الخارج